كيف تفسرون أستاذ منصور هذا التحيز للحوثيين من قبل المنظمات الأممية بأن ما نسبته 75% من المساعدات تذهب إلى مناطق سيطرتهم بينما مناطق الحكومة الشرعية والمعترف بها يصل إليها فقط 25% في الوقت في الوقت الذي تتحدث في هذه المنظمات عن أن الحوثيين يسرقون المساعدات من أفواه الجيعة علاوة على النسبة التي تقاهلتها التقرير أيضا أسقط محافظتين هي محافظة المهرة ومحافظة شبوة تقريبا وسقطرة 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 نعم بالنسبة لسؤالك القواب عليه هذا يدل على أن الحوثيين آيدي خارجية ساعدتها أو أن فريق للحوثيين عدة فرق تتحرك خارج اليمن في الممتحدة في أوروبا في أكثر من مكان أستطيع التأثير على هذه المنظمات في الوقت الذي تفتقر فيه الحكومة الشرعية على أدوات تتحرك لخدمة ملفة القضية اليمنية إذن أنت تتهم الحكومة هنا بالقصور الدبلوماسي وسياسي نعم أنا أتهم ليس فقط الحكومة اليمنية أتهم فقط المؤسسات التابعة للحكومة اليمنية العاملة في مجال لغاتها وأتهم كذلك كل القوى والمنظمات المدنية الإنسانية التي تعمل تحت سيطرة الشرعية ومتواجدة في القاهرة ومتواجدة في أكثر من عاصمة عربية يعني ذهبت تستمتع وتعبث وغيره وتبحث عن فرص خاصة بها بينما الحوثية تحرك وفق مشروع المليء يعني عندك كثير من المنظمات العاملة في تابعة للحوثيين تتقاوز العشرين وثلاث منظمة استطاعت تأثير على هذه المؤسسات الدولية بينما الشرعية أو ما يمكن نقول عنه أن مؤسسات مدنية إغاثية توجد في مناطق الشرعية تتقاوز الثلاث المئة بل تصل البعضها إلى ألف منظمة لم تتحرك ولم تخدم الملف القضية للملف النازحين أو المساعدة الإنسانية داخل مناطق الشرعية الحوثي لديه من يتحرك في كل مراكز المؤثرة على صناعة القرار على مستوى العالم وهذا هو الأخطر الذي نخشى أن يفضي في المستقبل إلى صيرورة وحيلولة النتائج إلى صالح الحوثي وهو ما تفتقل إليه الحكومة اليمنية ونطالب الحكومة اليمنية بسرعة إعادة النظر في سياساتها وإجراءاتها المختلفة للحيلولة دون وجود أي نقاط تضاف لصالح ملف الحوثي في المستقبل ترجمة نانسي قنقر